من هو أبو لهب؟ كان أبو لهب واسمه عبد العز بن عبد المطلب عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأحد أشد أعدائه عداوة فقد عرف بعدوانه الشديد للإسلام ومحاربته للنبي صلى الله عليه وسلم ومحاولاته المتكررة لإيذائه وأذى أتباعه عداوة أبي لهب للإسلام كان أبو لهب من أوائل من عارضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وسعى جاهداً لإفشالها سعى أبو لهب لتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ونشر الإشاعات الكاذبة عنه آذى أبو لهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأشكال مختلفة من سب وشتم وضرب وطرد حاول أبو لهب منع الناس من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهددهم بالعقاب إن فعلوا سورة المسد نزلت سورة المسد في القرآن الكريم لتبين عاقبة أبي لهب بسبب عداوته للإسلام وجاء فيها تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد موت أبي لهب مات أبو لهب بشكل مأساوي حيث أصيب بمرض غريب وفقد عقله ومات وحيدا دون أن يقبر إلا بعد ثلاثة أيام